اصدل الستار عن فعالية الدورة الحادية عشر من المهرجان الوطني سماع الرباط تحت شعار السماع المغربي فكر وذكر امتاع وابداع من تنظيم جمعية الاصالة لفن الامداح النبوية وموسيقى الالة تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على مدى يومين عاشت سكنة الرباط اجواء روحانية كانت بمتابعة سفر عبر الزمن وفرصة للجمهور الذي اكتضت به القاعة عن اخرها للسمر والاستمتاع بباقة من الالوان الفنية الاصيلة حريصة الجمعية من خلال تنظيم الدورة الحالية لهذه التظاهرة التراثية على مواصلة الجهود من اجل الترصيخ وتكريس والحفاظ على الفنون التراثية المديح والسماع والآلة الاندلوسية والملحون والذكر العساوي لا سيما في مدينتي الرباط وسالة فالشكر كل الشكر لأخ الفنان محسن نورش على جهوده الدؤوبة ومتبرته في هذا المسعى الحميد ومبادرته الطيبة في هذا الشأن برنامج غني ومتنوع بين الفكر والفن بإقامة ندوة وورشة خاصة بالسماع وأماس ثراتية متنوعة إيمانا بقيمة الثرات المغربي كثابت من ثوابت الأصالة المغربية وبضرورة الحفاظ عليه شكرا